قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يظهره حال هذا الطريق بمدخل قرية جسر الحديد تصدع كبير أصابه إلى درجة نزوله عن سطح الأرض بحوالي متر وانزياحه أيضا شمالا بنسبة كبيرة السلطات التركية قامت بترميم جزء من هذا الطريق لفك العزلة عن سكان القرية الهادئة الواقعة قرب الحدود السورية صاري هزنا شكاله وألوان يعني صاري هزنا لهالميلو لهالميلو صاري برم فينا صارت تبرم فينا الدنيا يعني ظلت حوالي شوي يعني نحن قلنا بلعدنا الأرض الطريق كان عالي عين كيف صاري هلق مترين لتحت السلق الدين إسه أكتر من مترين لتحت عندنا الجسر الحديد جواته الضيعة كلها نزيت على العاص هذه البيوت كلهم بيقوموا هيك ثلاث متر لهوا وبينزلوا بيقوموا وبينزلوا البيوت وبعدا راحوا هيك فوق العاص راحوا النهر يعني؟ راحوا النهر ثلاثين متر من هون هيك راحوا للنهر سكروا النهر وبعد الماء جيت شد أقول لك يا يابا وعلوان يا يابا بيتي مو مهدود دحق نشقيت وجعت وحريت وظليت شمسنا من دون بيت شمسنا ظليت سويت هالبيت هذا سويته والله ما هلاني يا يابا ما قاعدت بيه قرية انشطرت إلى نصفين بفعل قوة الزلزال الذي ضرب المنطقة الجزء ناحية النهر جرف معه قرابة عشرة منازل نجى سكانها بأعجوبة من تحت أنقاضها فيما يقاوم هذا الجزء الانجرافات التي سببها هذا الزلزال بعمق يزيد عن ثلاثة مترات مخاوف أهالي هذه القرية لم تتبدد بع استمرار الهزات الارتدادية خوفا من أن تشمل ما تبقى من أجزاء قريتهم عبدالقاد الخربوش لقناتين العربية والحدث من قرية جسر الحديد على الحدود التركية السورية ترجمة نانسي قنقر